فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا معانا منظم تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة ممكن تنظم في المكسطرات وتقدميها من خلاله وتقدري كمان تنظمي بيه التوابل الصحيحة او التوابل البدرة وغير كده طريقة تصميمه شيء جدا وبيجي بأحجام مختلفة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا فرشة ومكنسة في نفس الوقت وبيجي معاها الجروف الخاص بيها طبعا تقدري تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف ممكن تنظفي بيها السجاد او البلاط او الرخام او الجدار تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المكنسة بتاعتها بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدري تنظفي بيها تحت الكنب والسترائر بكل سهولة وطبعا بتسهل عليكي في شغل البيت زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدري ان انت تثبتي عليه الاحزية بتاعت الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا البسكت اللي بييجي متوفر فيه جزء من تحت تقدري ان انت تنظم فيه ايكياس الرول وتقدري تستخدميها من خلاله بكل سهولة بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديكي افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمنشر صغير وتنشر عليه الشرابات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ وزي ما انت شايفة كده حجمه بيكون كبير جدا تقدر ان انت تنظمي بالزيوت او السوسات وغير كده كمان المنظم ده بييجي معاه 6 برطمانات تقدر ان انت تنظمي فيها 6 انواع من التوابل البودر او السحيحة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا عندنا منظم للكبايات الورق طبعا تقدر ان انت تثبتيه جنب التلاجة او على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبوكاليات تقدر ان انت تنظمي بيه الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع البوكاليات اللي بتبقى موجودة عندك وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا بيجي كده متقسم لكذا خانة تقدر ان انت تحرك المنظم دوت لفيل الخانة اللي انت منظمة بيها الحاجة اللي انت عاوزاها وبعد كده تتغطي على الزر بتاعها وتعايير بيها الكمية اللي انت محتاجاها من خلال الاداة المعيارية اللي جاية معاه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صحب الهوى من مختلف اكياس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا وطبعا الطريقة دي بتساعدنا اننا نحافظ على مختلف الاكالات لاطور فترة ممكنة جوا التلاجة او برا التلاجة وطبعا استخدام الجهاز ده سهل جدا وبسيط هنا عندنا المخدة الجميلة دي المخدة دي تقدر ان انت تفتحيها كده وتبقى معاك الحاف او بطنية وبعد كده تقدر ان انت ترجعيها تاني تطبقيها وتستخدميها تاني على شكل مخدة وغير كده اشكالها والوانها جميلة جدا وهنا عندنا الحامل المغناطيسي تقدر ان انت تثبتي من خلاله الموبايل وتثبتيه على اللاب توب او على التابلت بتاعك زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الجميل ده تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ وتنظم عليه الاطباق اللي انت محضرة عليها كل الخضرة اللي انت هتستخدميها وانت بتطبخي او تقدر ان انت تنظم عليه مختلف الاطباق اللي انت هتحضري بيها صفرتك وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصليه وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء زيز الصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الدفاية الكهربائية الصغيرة والدفاية دي بتشتغل عن طريق الكهرباء وزي ما احنا شايفين كده هي حجمها بيبقى صغير جدا وتعتبر من اجمل الاجهزة الكهربائية المنزلية اللي ممكن تستخدميها عندك في القودة او في المطبق او في المكتب وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كزا تصميم وكزا لون ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة وبعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطيع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطيع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا لاستفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوا الشنطة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكوى من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق او الشوك او السكاقين بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدولاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات ده بتيجي متقسمة كده الاجزاء صغيرة تقدر ان انت تنظمي فيها الشربات او الملابس الداخلية هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة لتقطيع البطيخ والاناناس والشمام وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى وزي ما انت شايفة كده استخدامها بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده معانا الماكينة دي لصنع الماكارونا وهي بيجي متوفر معاها كذا قطع من اشكال صنع الماكارونا وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى بعد كده معانا مجموعة من الكوبات البلاستيك اللي تقدر ان انت تنظميها من خلال المنظم اللي بيجي معاها وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات المناديل والمنظم ده تقدر ان انت تستخدميه على اي سطح مكتب عندك في السهلة او في قضية النوم او في المطبخ او في الحمام او تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتستخدميه وهنا هنشوف عندنا اداة تسبيت او حامل تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه غطيان الحلل او لوحة تقطيع الخضرات او مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي تبقى عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقص الخضار اللي تقدر ان انت تقطعي بالخضرة زي البقدونس او الكزبرة او الشبت وتقدر ان انت تقطعي بالفلفل او البصل بطريقة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الشماعات وتثبت عليها اكتر من شماعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو بعد كده عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك تقريبا حوالي 10 كيلو من الرز او الدقيق او مختلف انواع البوكاليات اللي بتكون عندك وبيجي معاك ادامة عيارية بتساعدك ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت عاوزاها من الحاجة اللي انت بنظمها بيه وغير كده كمان بيجي فيه جزء خاص تقدر ان انت تدفيله الطوم عشان بيمنع تساوص الرز وبيصحب الرطوبة بعد كده عندنا القطعة اللي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظف بيها انواع الفلفل بطريقة سهلة جدا وبسيطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممسحة الارضيات الممسحة دي مارينة جدا في الاستخدام وبيجي معاها الجردل الخاص بيها تقدر ان انت تدفيله المية او اي مادة تنظيف بتفضليها ومن خلال الجردل ده تقدر ان انت تنظفي الممسحة دي من كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها زي الشعر او الخيوط او اي حاجة بتبقى موجودة عليها وزي ما احنا شايفين مع بعض كده المية النضيفة بتبقى مفصولة عن المية اللي بتبقى مش نضيفة وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا المكنسة الكهربائية اللي بتساعدك على ازالة الوبر او الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على الستاير او على الكنب او على السجاد زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وغير كده طريقة تنظيف المكنسة دي بتكون سهلة جدا وانا هنشوف مع بعض عندنا السلة الصغيرة دي طبعا تقدر ان انت تعتبريها سلة مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب او على الكمودين في قودة النوم او تستخدميها على صفرة وقت الاكل وترمي فيها اي حاجة انت عاوزاها وهنا هنشوف مع بعض عندنا الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه على اي سطح مكتب وتثبتي عليه الكمبيوتر او الكتاب اللي حابة تقري منه بعد كده عندنا مكبس التوم اليدوي تقدر ان انت تقطع به التوم وغير كده كمان تقدر ان انت تقطع به الفلفل وهو طبعا بيكون عملي جدا وسهل في الاستخدام وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك وهنا هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتي بها الملايات او المفارش على السرير عندك بحيث ان الملايات او المفارش عندك تفضل ثبت على السرير ما تتحركش وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن ثلاث رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك على جدار الحمام وتنظمي من خلاله ادواتك زي الشامبوهات او الكريمات او العطور او اي حاجة انت عاوزاها وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحزاية بتاعت الحمام بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ست انواع من التوابل اللي تستخدميها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها اداة بتساعدك ان ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعيه بكل سهولة وطبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تثبتي الشكل اللي انت عاوزاه وبعد كده هتبدأ تقطعيه من خلالها الكوسة او الجزر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزاها طبعا وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للعصير تقدر ان انت تنظمي فيه تلات انواع من العصير اللي انت بتفضليه وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وتقدر ان انت تنظميه عند جوة التلاجة او بره التلاجة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لأكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار او على بلاب المطبخ او في اي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الاكياس دي بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بتضغطي على زر اللايك وا跑 rang وانت اطبيقيك pla ولو اتمنى انك تدعمي القناة بتضغطي على زر اللايك وايه تدعم Snudo بتضغطي على زر اللايك وايه تبقى لايه كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي تعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولة ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية الله